افتتح معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات الورشة الإقليمية للمنظمة البحرية الدولية بعنوان تقييم وفحص إصدار شهادات البحارة وذلك بمشاركة 24 خبيرا مختصا من 12 دولة وفي كلمته خلال افتتاح الورشة أكد معالي الوزير أن الصناعة البحرية تعد ركيزة أساسية للتجارة العالمية مشيرا إلى أن ضمان سلامة ورفاه البحار يستلزم الامتثال الكامل لمعايير متقدمة للتدريب والتأهيل مضيفا أن هذا الالتزام يتجاوز كونه مجرد متطلب تقني ليشكل واجبا أخلاقيا يعكس المسؤولية تجاه العاملين في هذا القطاع الحيوي كما أشاد معالي بالتراث البحري العريق لمملكة البحرين ودور المملكة المحورية في تعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية والعالمية مؤكدا التزامها بدعم القطاع البحري عبر الاستثمار في البنية التحتية وتطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز التشريعات المنظمة للقطاع ومن أبرزها قانون الملاحة البحرية لعام 2022 والذي يعكس هذا الالتزام بشكل واضح من جانبه أعرب السيد ميلتون بارون ممثل منظمة البحرية الدولية عن تقديره لمملكة البحرين على استضافة هذه الورشة الإقليمية الهمة مشيدا بدورها الريادي في تعزيز القطاع البحري في المنطقة ومكانتها كدولة رائدة في تطبيق أعلى المعايير الدولية ذات الصلة هذا وتناولت الورشة عددا من المواضيع المتعلقة بالتدريب البحري بما في ذلك إجراءات تقييم طلبات شهادات البحارة وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والخفارة والشهادات ومتطلبات العاملين على متن السفن ومعايير الكفاءة للبحارة إضافة إلى تطوير الاختبارات الكتابية والعملية نحن سعداء بإقامة هذه الدورة الإقليمية في مملكة البحرين وهذه بلا شك يأكد على التزام مملكة البحرين بتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاقية المعنية بتدريب البحارة وتهيئاتهم لتكونون على دراية كاملة بآخر تطورات في تدريب البحري طبعا مملكة البحرين بفضل توجيهات القيادة وسيدي سمو ولي العهد وتوجيهات معالي وزير المواصلات والاتصالات تحرص دائما توفير التدريب اللازم للبحارة في البحرين ليكونوا مؤهلين على إقامة جميع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وجميع الاتفاقيات البحرية المتعلقة بسلامة الأرواح وسلامة الأبحار في المياه الإقليمية الدورة الأقليمية هذه عندها لها أهمية قصوى خاصة على المستوى الدولي من حيث توحيد التشريعات الدولية بالنسبة لدول أعضاء المنظمة البحرية الدولية عددهم يتجاوز 176 دولة الأهمية تتمثل في تأهيل رجال البحر فيما بعد توحيد القواعد القانونية المنتبقة في الغرض وكذلك تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة والمحيط صراحة توجه بالشكر لمملكة البحرين والوزارة المواصلات بالمملكة والمنظمة البحرية الدولية لتنظيم ورشة العمل أو الدورة التدريبية الأقليمية للتعريف باتفاقية السيسي دابلي وكذلك تقييم وفحص وإصدار الشهايد للبحارة وفق المناهج النمطية للمنظمة البحرية الدولية 3.12 ترجمة نانسي قنقر